موسيقى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن وانجاز مهامها في اعادة الامن والاستقرار لبلدات وقرى وادي بردة موسيقى محافظ ريف دمشق يؤكد عن الاضرار التي سببها الارهابيون في منشأة نبع الفيجة كبيرة وتتطلب بعض الوقت لاعادة ضخ المياه بشكل كامل موسيقى والاحتلال يطلق سراحة لسيرة الجولانية بشيرة محمود بعد 22 شهرا من الاعتقال موسيقى موسيقى الثالثة فجرا أهلا بكم أعلن المهندس نبيل الحسن وزير الموارد المائية بدأ ضخ مياه يعين الفيجة إلى خزانات مدينة دمشق تمهيدا لضخها إلى منازل الأهالي وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قد أكدت في بيان لها أن وحدات من الجيش العربي السوري وبالتعاون مع القوات الرديفة أحكم أو قامت بأحكام مهامها في عادة الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى وادي بردة في ريف دمشق الغربية بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية والقوات الرديفة مهامها في إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى وادي بردة في ريف دمشق الغربي بعد سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة العمليات العسكرية التي نفذت في منطقة ذات تدارس معقدة اتسمت بالحسمية والدقة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين وساهمت في تهيئة الظروف الملائمة لإنجاز تسويات ومصالحات في عدد من هذه القرى والبلدات ما أدى إلى تحرير بسيمة عين الخضرة دير مقرن عين الفيجة دير قانون كفير الزيت الحسينية كفر العواميد برهلية إفرة سوق وادي بردة بمساحة إجمالية بـ 400 كم مربع القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تؤكد عزمها وتصميمها على متابعة تنفيذ مهامها الوطنية في محاربة الإرهاب تقدر عاليا الجهود الصادقة التي بذلتها القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة كما تجدد دعوتها إلى كل من تورط بحمل السلاح للاستفادة من العفو والعودة إلى حياته الطبيعية والمساهمة في بناء الوطن دمشق في التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني لعام الفين وسبعة عشر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة محافظ وريف دمشق المهندس علاء إبراهيم يؤكد أن ورشات الإصلاح بدأت عمليات صيانة وإصلاح للأضرار الكبيرة التي لحقت بمنشآة نبع الفيجة في وادي بردار جرى اعتداءات الإرهابيين بينما ذكر مفهد الإخبارية إلى وادي بردار أن الورشات تعمل على فتح البوابات لضخ المياه إلى مدينة دمشق النصر النصر من وادي بردار من نبع عين الفيجة نعم فعلها رجال الجيش العربي السوري الآن وفي حرم نبع عين الفيجة رجال الجيش العربي السوري حماة الأرض والوطن هم من حرروا هذا النبع لإعادة المياه إلى مجاريها في العاصمة دمشق ولأيضا تحرير جميع قرى وادي بردار منذ مساء أمس أو صباح أمس فجر أمس بدأت العملية العسكرية وتطويق المجموعات الإرهابية المسلحة وأتحدث هنا عن جبهة النصر الإرهابية التي تقانت تتحطن في هذا النبع ستبدأ عملية الإصلاح ومن ثم سيبدأ فتح البوابات الرئيسية لتسهيل الماء بشكل طبيعي إلى مدينة دمشق هذا هو النبع تعرض لأضرار بفعل المجموعات الإرهابية المسلحة لكن الورشات كانت قد أكدت أن كل شيء سيتم إصلاحه إسعافيا خلال 40 ساعة ليتسار إلى ضخ المياه النظيفة عبر التسهيل الطبيعي هناك أضرار على النبع ولكن النبع سليم 100% أما الأضرار الثانية ستعالج خلال هذه الأيام القريبة القادمة المياه ستصل اليوم إلى مدينة دمشق سيقوم هذه المياه ستعالج تم فحص أيضاً أن المياه المياه صالحة وغير ملوسة نواحي الثانية سيتم عسكرة العاملين في الورشات 24 ساعة متصلة ورديات متناوبة لن يكون هناك أي توقف عن الإصلاح أتقدم اليوم بالشكر إلى الجيش العربي السوري البطل والامتنان لهذا الجيش العظيم الذي بفضل جهوده الكبيرة والعظيمة تحقق تحرير نبع الفيجة وعين الفيجة وقرى وادي بردة من كل الإرهاب والإرهابيين الذين كانوا يسيطرون على هذه المنطقة كان قد تم تسوية أوضاع 3000 مسلح من الـ 26 فصيل المسلح الذين أرادوا تسوية أوضاعهم خلال الأسبوعين الماضيين العامل الشعبي كان له دور أيضاً العامل يعني المصالحات وأيضاً الدور الكبير للمسلحين بعد انفراط عقدهم وتسوية أوضاعهم إضافة إلى التطويق العسكري والعملية النوعية الدقيقة التي بدأت فجراً أول من أمس في الرابعة فجراً عبر تسلل وحدات من هذا الجبل ومن الجبل الآخر أيضاً تسلل وحدات لخبوية من الجيش العربي السوري إلى منطقة الحرم وتطويق المجموعات الإرهابية المسلحة آخر المعلومات يعني بعد أن دخلت الورشات إلى منطقة عين الفيجة وبدأت بأعمال الصيانة خلال الساعتين المقبلتين سيتم فتح البوابة الفرعية الأولى والثانية بعد تنظيف الخنادق التي ستقوم بإيصال المياه إلى دمشق بعد ذلك ستبدأ عملية ضخ المياه أو ترك تسهيل المياه إلى محيط مدينة دمشق بالرح بالدم نبديك سوريا بالرح بالدم نبديك سوريا بالرح بالدم نبديك سوريا بدورها مفادة الإخبارية إلى عين الفيجة أشارت إلى أن الأليات تقوم بفتح الطرقات التي كان الإرهابيون قد أغلقوها فيما يتم خروج المسلحين الراغبين بالمغادرة إلى إدلب كنا متواجدين كفريق الإخبارية كما لاحظتم بالصوت والصورة منذ ساعات الصباح الأولى نقلنا واقع عين الفيجة واقع هذا النبع وكان الاطمئنان عليه من قبل أيضا المعنيين بعد أن اطمئنان عليه رجال الجيش العربي السوري وحرروه بعملية دقيقة ونوعية هذه المنشأة الضخمة عبارة عن نبعين الفيجة كان هناك أعمال تقوم بشكل أوتوماتيكي والآلات كانت موجودة دائما أما الآن صرحوا لنا بعض الموظفين والعمال هنا بوجود وزير الموارد المائية أن العمل الآن سيكون على الأيدي العاملة وليس لن يكون بشكل أوتوماتيكي أو بشكل آلي سيكون بشكل يدوي للأسف ولكن كي نستمر وتعود عجلة ضخ المياه بشكل سريع يعني العمال هنا سيبذلون قصار جهدهم كما نشاهد بعمق كاميرا الإخبارية السورية ورش الصيانة لتزال موجودة لن يبرحوا يعني لن يغادروا المكان إلا والمياه عندما تصل المياه إلى عمق مدينة دمشق واللي كل مواطن كان محروم منها في محافظة دمشق الآن هناك إكمال التسويات فيما يخص خروج المصلحين خارج الوادي بردة سيكون الاتجاه كالمعتاد إلى الشمال السوري إلى إدلب هناك من يريد أن يسوي أيضا وضعه ويعود إلى حضن الوطن من غرر به نحن بمشي أخلاق سطلعنا عندنا كذا نظام كنا نحن متابعين فيه وقت وصل المسلحين بعدد كبير على السور طلعت المجموعة اللي كانت هي عبارة كانت ترعى كان موجودة بالترعى طلعت من خلف المسلحين وبدأ الاشتباك معهن الحمد لله هيك أمننا لوقيت المجموعة تنزل على النبع أول شي سيطرنا على النبع كان عندنا نحن مزارين عندنا كان عندنا الصالي هون مفقخة وفكنت تفخيخ وعندنا عنفاض الضخ عنفاض الضخ كمان كان مفقخة ببراميل ضخمة جدا من أجل التفجير والحمد لله تمت سيطرة ونبقى مع هذه المشاهد من منطقة وادي برد بعد فرض الجيش العربي السوري سيطرته عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تكتسب منطقة وادي برد أهمية خاصة كونها تقع على الطريق من دمشق إلى الحدود اللبنانية مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رامي عباس أهلا بكم تكتسب منطقة عين الفيجة أهمية متعددة الجوانب وهي بلدة تقع غرب العاصمة دمشق في وادي برد بين السلاسل الجبلية وتبعد عن دمشق حوالي 15 كيلو مترا ومن سفوح جبالها يتدفق نبع الفيجة الذي يزود مدينة دمشق بحاجتها الأساسية من مياه الشرب ترتفع عين الفيجة عن سطح البحر حوالي 890 مترا وهي تقع في بيئة جبلية حيث تحط بها مجموعة من الجبال هي جبل الهوات من الشرق وجبل القلعة من الشمال وجبل القبلية من الجنوب يجتازها نهر برد في طريقه إلى دمشق حيث يغذي النهر ما يرفضه من مياه نبع الفيجة الفائضة في فصل الربيع وبداية الصيف ويبلغ معدل الأمطار السنوي فيها 400 ميلي متر وتغطي الثلوج الجبال المحيطة بها معظم فصل الشتاء ويوجد في أراضي عين الفيجة ينابيع أخرى غير نبع الفيجة تروي البساتين حولها مثل عين حاروش وعيون ريحانة يوجد في البلدة أيضا أثر يدل على قدم السكان فيها إذ يوجد معبد روماني قديم عند منبع الماء وكلمة فيجة قديمة تعود إلى كلمة إغريقية تعني العين باللغة الإغريقية القديمة ويوجد في عين الفيجة أثار لنفق قديم كانت زنوبية ملكة تدمر تجر خلاله مياه نهر برد إلى تدمر عبر البادية السورية تعد عين الفيجة مركز السياحة والصياف هام ومعروف منذ زمن بعيد لاعتدال مناخها ووفرة المياه فيها بالإضافة إلى جمال الطبيعة كما يمر فيها خط حديدي يربط بين دمشق ولبنان مرورا بالزبداني والسرغاية وينجد فيها محطة للقطار سكان دمشق يعبرون عن ارتياحهم لاستعادة السيطرة على منطقة وادي برد إضافة إلى عودة ضخ المياه من نبع الفيجة بعد أن حرموا منها أو حرموا منها مدة سبعة وثلاثين يوما التفاصيل في التقرير التالي الإنجاز الذي حققه الجيش العربي السوري باستعادة السيطرة على منطقة عين الفيجة كان له صدا كبير بين أهالي مدينة دمشق لكونهم كانوا المستهدف الأول من انقطاع المياه نتيجة الاعتداءات الإرهابية على النبع همشي الماء والكهرباء اليوم لأي مواطن سوري بدون الماء والكهرباء ما بحسن يساوي أي شيء يعني ما يتشرب بالزاد الجيش العربي السوري مننا غيره يحمينا والله ينصره ويسدد خطاة فهذا شيء كثير يعني مفرح لنا والله يديم الجيش ويديم قائد الوطن دحية للجيش العربي السوري ولقائد الجيش العربي السوري ولكل ضباط الجيش العربي السوري ولأفراده دحية كبيرة للجيش العربي السوري اللي عام يساهم بكل شي وهي الآخر ساماتهم رجعوا المي على الشام بوحدة الشعب مع الجيش السوري نكون إيد وحدة نطرد الإرهابيين ومنحرر سوريا كلها من آخر إرهابي الله يخلل لنا جيش سوري والله يحمينا يا رب والله فرحة كبيرة ما تتعوض المي كل شيء إلا المي الجيش العربي السوري هو لألعم إلا وجه للتحيات ويقوي يا رب على كل معتدي الجيش العربي السوري أنه يظل صامت وبإذن الله يسترجع كل الأراضي اللي ياخدوها الإرهابيين إن شاء الله ويدحرهم إن شاء الله بأسرع وقت إن شاء الله تحية الجيش العربي السوري والقوات الرديثة اللي هننواقفين لحمايتنا والدفاع عننا ويرجعوا لنا كل شيء من ناحية الكهرباء والماء نحن الصمودنا نأخذ من الجيش العربي السوري صمودنا من قائدنا وجيشنا العظيمة الصمود في وجه الإرهاب يستمده الشعب السوري من الجيش ليكونوا يداً بيد في وجه كل معتد يحاول أن ينال من نبض الحياة في سوريا سيطر الجيش العربي السوري على الكتيبة المهجورة الثالثة بريف حمص الشمالي وذلك بالتزامن مع ضربات روسية وسورية مشتركة على مواقع لتنظيم داعش الارهابي في دير الزور التطورات الميدانية في التقرير التالي تواصل وحدات الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية على أكثر من محور في ريف حمص الشرقي وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة أحكمت سيطرتها الكاملة على الكتيبة المهجورة الثالثة بعد القضاء على عدد من إرهابي تنظيم داعش كما نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة عمليات مكثفة على تجمعات إرهابي تنظيم داعش وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد على نقاط تحصنهم ومحاور تحركهم على اتجاه الناصرية القريتين في المنطقة الممتدة بين ريفي دمشق الشمالي الشرقي وحمص الجنوبية الشرقية مصدر عسكري أكد أن وحدات الجيش قضت على أكثر من خمسة عشر إرهابيا من تنظيم داعش ودمرت لهم ثلاثة آليات في منطقتين القلمون الغربي والشرقي بريفي دمشق وفي دير الزور عمليات عسكرية مكثفة بإسناد الطيران الحربي نفذتها وحدات الجيش تنظيم داعش ومواقع انتشار إرهابيه في محيط المدينة الغارات الجوية طالت مواقع تحصن الإرهابيين في الحويقة وحويجة صقر ومستودعات عياش وحي الرشدية ومحيط كل من منطقة البانوراما والثردة والمطار أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الحدسرة حلسيرة بشيرة محمود من قرية مجدى الشمس في الجولان السوري المحتل وذلك بعد قضائها 22 شهرا في سجون الاحتلال وقالت لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين السوريين في سجون الاحتلال في بيان بمناسبة إطلاق سرح لاسيرة بشيرة محمود إن الجولان كان وسيبقى عربيا سوريا الهوية والإنسان بفضل تضحيات الآل في قران المحتلة الذين يؤكدون يوما بعد يوم انتمائهم لوطنهم الأم سوريا وأن الجولان عائد للسيادة الوطنية السورية مباحثات هي الأولى من نوعها بين الرئيسين الروسي بوتن والأمريكي ترامب المباحثات جرت هاتفيا واتفق الرئيسان حسب الكريملين على ضرورة إقامة تنسيق بين بلديهما للقضايا على تنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى في سوريا 45 دقيقة جماعة الرئيسين الروسي ونظره الأمريكي في مكالمة هاتفية هي الأولى منذ استلام ترامب الحكم دقائق كانت كفيلة بإخراج اتفاق تنسيق بين البلدين من أجل قضاء على داعش وجماعات إرهابية أخرى في سوريا وعلى خلفية المكالمة الهاتفية أكد الكريملين الذي وصف المكالمة بالبناءة والإيجابية في بيان أن الطرفين أظهر عزمهما القيام بالعمل النشط المشترك في التعاون الروسي الأمريكي وتطويره على أساس بناء ومتساوين ذي منفعة متبادلة اتصال سبقه عدد من الاتصالات أجراها الرئيس ترامب وحاول من خلالها رسم ملامح سياسة إدارته الجديدة لكن تلك الاتصالات رافقها عدد من التصريحات والقرارات التي أثارت جدلا كبيرا خاصة ما يتعلق بقضية الهجرة ورفض منح تأشيرات دخول لرعاية عدد من الدول بينها سوريا كذلك كان من اللافت تراجع إدارة ترامب عن تصريح سابق بخصوص ما وصفه بالمناطق العازلة في سوريا مواقف استدعت ردا أوروبيا حيث دعى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الدول الأوروبية إلى تقديم الرد بحزم على تصريحات ترامب تذكير بالعنوين القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن إنجاز مهامها في إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى وادي برد محافظ ريفي الدماشق يؤكد أن الأضرار التي سببها الإرهابيون في منشأة نبع الفيجة كبيرة وتتطلب بعض الوقت لإعادة ضخ المياه بشكل كامل والاحتلال لا يطلق سراح على سيرة الجولانية بشير محمود بعد 22 شهرا من الاعتقال إلى اللقاء